يامساء الفل يامساء السعادة على عيونكم على احلى اخوات واحلى اصدقاء في الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهلا بكم حبيبي في قناتي قناة مبخ زازح ياريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة واتفعلوا زر الجرس عشان ينوصلك كل جديد من وصفاتي طب هتعمل لنا ايه يا زازح المعارضة هنعمل بريك الافران طب ازاي تعالوا واحدة واحدة حبيبي ونشوفوا طرقه مع بعض احنا عندنا المقدر بتاعتنا عندنا كل ونص دقيق او طحين عشان اخواتنا اللي في الدول العربية عندنا نص كوباية زيت حلوة كده او كوباية زيت حسب ميار الكوباية اللي عندنا عندنا الثلاث معلقة صلصة عندنا معلقة بيكن بودر معلقة سكر اربع معلق لبن بودرة زرة ملح خميرة زرة الملح ديت يعني ايه ربع معلقة ملح حطتها مع قوم والخميرة بتاعتنا الفورية هننزل بالمكونات بتاعتنا كلها حبيبي على الدقيق بتاعنا كل حاجة ايوه وهننزل بالزيت وهننزل بالسلسة كل حاجة هننزل بالمكونات الجافة وكنت ريه عجينة فيها كتير هتديكي نتيجة كويسة زي ما احنا شايفين كده احنا بناجن ايه في العجينة بتاعتنا هو عجين براحتك خدي وقتك براحتك عشان العجينة كل مادتها حقها في العجين كل مادتك نتيجة كويسة زي ما احنا قلنا كده احنا خلصنا عجين في العجين بتاعنا هنسوبه بقى يخمر طبعا كده وصل لمرحلة الخمران بتاعنا هقطعه بقى زي ما انتم شايفين في عندك خطوطان اتنا ممكن تقطع بيهم ممكن تعمل الكرة كبيرة من العجين او تقطعيه زي ما انا بقطعه ايه صغير كده الكرة الكبيرة ديت من العجين ممكن تفريديها خلص وبتقطعها بقى بقطعها بكوباية عشان تبقى نفس المقاسات كلها واحد دي طبعا التقطع بتاعتنا بعد ما عطعنا العجين بتاعنا زي ما انتم شايفين حبيبي للصنف الصنية وغطناه عشان ايه وشه ما يقشفش وغطيه هتبه هتحشيه ايه يا زازا هنحشيك جبنة منذريلا على جبنة اسطنبولي على زيتور كل ده مع بعض الخلطة دي كلها هنبطت بقى العجينة بتاعتنا كده وبالنشابة بتاعتنا او المدرك بتاعنا ياهو يا الاسطين عجينة كتلاقيينا معاك يعني في الثانية كده بتقوم على طول كده وياكي ودوريها بقى انا قلتلك فيه خطوطين ممكن تعملون بقى بالكوباية او بالقطع او بالمدرك زي ما انت شايف كده حسب ما انت تعرفي دي طبعا اللي العجينة بتاعنا دي عملتلك بالمدرك دي بقى دمرك بالكوباية قطعتها بالكوباية طبعا انا ما عنداش قطع فالجيش بقولك الصرف عملتها انا بايه بالكوباية بس انا قلت بانو بينكم انا هفضل بطط وقطع بططي مرة واحدة انت كده كده يا زازة عملها ايه مقس واحد طبعا حبيبي زي ما احنا شايفيه احنا هنجيب العجينة اللي احنا قطعناها او اللي احنا بططناها هنحشيها بقى ونقوم نقفلها زي ما احنا بنقفل القطيف كده ايوه ونهدها برمو على ايدنا كده وتسوها بقى ايدك وتشكيليها كده تعملها شكل بيضاوة شفت زي كانك بتصبعها الكفتة كده بالضبط ما تخليش لها ايه حاجة متفتح عشان لما تختمر ما تفتحش معاك طبعا انا بوريكم كمان مرة هوت احنا بنحشيها بالزاتون والجبن المنزرلا والجبن الاسطنبولي وبنقفلها زي القطيف ايوه هنضع بقى برمو مع بعض كده ونسواها بقى زي ما احنا شايفيه ايد الله الطرقة سهلة وجميلة وموفرة معاك يعني بكل ونص دي عملت اكتر كمية عندك للبوريك الافراه ولا تشتري ولا اي حاجة طالة بقى احنا خلصناها هوت مسبناها اختمرت لما تعطيها معاك خلص بقى تعملي لها بقى الخلط اللي هندهن بوشه معلقة السكر على معلقة نسكة فيه على نص كبهية الحليب او لبن وتمدجوهم مع بعض كويس كده قلبوهم كويس والدهنهم بقى بالفرشة بقى على وش المخبوزات بتاعك زي ما احنا شايفين كان شوفت بقى بعد نص ساعة او ساعة الربع لمختبر التاني كده لان الجو برد طبعا من زي ما يكون الجو بقى في الصيف تلاقى تختمر على طول ندهنها كلها زي ما احنا شايفين وبعد كده هنحط السمسم وحبة البركة على وشه البوريك لان البوريك هو حبة البركة نحط بحبة البركة على وشه زي ما احنا شايفين والله والوصفة سهلة و جميلة ووفرت معك كتير قوي هي هي دي بقى الحبايبي اي رأيكم ما تنسيش بقى تحط لايك حط لايك يلا شوفت بقى وهنا بقى مصف الفرن ما شاء الله جميل ازاي ما اخدش وقت في خبيزه خالص هو دي كانت وصفتنا النهاردة شوفتم شوفت طلعا لانه تحفى ازاي مع علاقة السلس اللي انا حطتها فيك جميلة مخليها لونه طلع جميل ازاي ولا بقى اما تدهني بقى النسكة فى كده مع علاقة السكر والحليم طلع كله لون واحد ما شاء الله والله طعم اللهم مبارك كان طعمه زي العسل تفتر منه تحط الاولادك فى اللانش بوكس مع كوب بيت شاي بحليم مع كوب بيت شاي تغيير هو دي كانت وصفتنا بقى يا حبايبي تعلم واركه الاول قبل ما انسى تعلم واركه بقى قلبه من جواه كان عامل ازاي شوفته طري ازاي انا بقى واركه قلبه مفتح سفينجه زي العسل انشاء الله كان جميل 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 وشراءح من جوه. اهو شفتم. يا رأيكم. الله تسلم ايديك يا زاز. هي دي كانت وصفتنا النهاردة حبيبي. يا لات ما تنسونش باللايك والاشتراك في القناة. واللي ما اشتركتش تخش تشترك وتفعل زر الجرس. عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.